نعود مرة أخرى عزيزي المشاهدين موضوعنا اليوم اللي هو ضمان الاجتماعي نكمل مسيرة الضمان الاجتماعي هناك طبعا من ضمن مزايا الضمان الاجتماعي اللي هي تأمين على المشتغلين لحسابهم أو لأصحاب الأعمال الصغيرة وهذه الأكثر من الأشخاص اللي هم ليسوا ملتحقين بنظام الحكومي أو بمؤسسات حكومية اللي ممكن يدخلون في قطاع اللي هو الضمان الاجتماعي بحيث أن يكون التأمين تلقائي عليهم إذن معظم أصحاب الأعمال الصغيرة أو الشخص اللي عنده يكون شخص أو شخصين وعندهم عمل صغير يكون عندهم مشكالية بالنسبة لتغطية في عملية الضمان الاجتماعي وتكون فيه مضلة تغطيهم في حالة الوفاة وفي حالة لو أصيبوا به حوادث أو كان هناك تعطل عن العمل إذن هناك فيه نوع من التغطية بعد اللي هي تكون دائما تغطي أصحاب الأعمال الحرة لأنه يعتبرون جزء كبير وجزء أثار أصحاب العمل بعد اللي هم دائما مشرف على الأعمال تكون بعد مهم التغطية للأشخاص هذين من ضمن نظام الضمان الاجتماعي العاطلين عن العمل مثل ما تكلمنا عنهم تأمينهم يكون موجود أصحاب العمل مثل ما تكلمنا أنه بعد يكون تأمين بالنسبة لهم موجود وهناك طبعا تأمين المنح العائلي أو تأمين اللي هي نحن نسميه الشؤون الاجتماعية أو الأشخاص اللي هم أصلا المطلقات الأرامل الناس اللي هم يكونون كبار في السن ويحتاجون إلى نوع من الإعانات الاجتماعية هذه كثير منها تغطي شرائح كبيرة من المجتمع إذن نظام الضمان الاجتماعي يقدم تغطية كبيرة للجزء كبير من المجتمع ولو نشوف نحن السلايد الثاني اللي هو بعد هذا اللي يتكلم عن تمويل الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي دائما يكون هناك فيه عملية تمويل له ومعظم الأشخاص اللي يشاركون في الضمان الاجتماعي وغزلاني تحولين السلايد الثاني معظم الأشخاص اللي هم يقومون في العمل أو المشاركين في العمل سواء في الحكومة يقومون هناك فيه اقتطاع دائما من رواتبهم إلى نظام الضمان الاجتماعي الاقتطاع هذا يكون دائما يكون تقريبا من حوالي 12% إلى 20% اللي هو يدخل فيه نظام الضمان الاجتماعي كثير من أنظمة الضمان الاجتماعي الدولية أو حتى في مجتمعات أخرى يصل فيها المشاركات والمساعمات يمكن تكون حتى 30% أو 40% هناك في الدول الاسكندنابية أو الدول الأوروبية ربما في بعض المرات يكون الضمان الاجتماعي أو السوشال سيكورتي عندهم ضرائب مالة أو ضرائب الدخل المالة توصل المرات إلى حوالي 60% لكن كثير من الدول هذه لو نظرنا نقول الشخص عندما يتقاعد يكون في نعيم لأن كثير من الأشياء مكفورة له وعندما يكون عاطر راتب يكون كامل وكثير من المزايا يجدونها إلا أنه يدفع ويساهم به نسبة أكبر في الضمان الاجتماعي هناك بعد بالإضافة إلى مساهمات الأفراد في الضمان الاجتماع تكون هناك مساهمات الحكومة والحكومة بعد الضخم مبالغ لتخص مبالغ الضمان الاجتماعي إذا هناك فيه مبالغ تخص الضمان الاجتماعي التي يديرها الحكومات وتخذ سياسات استثمارية مفروض أنها تكون حكيمة جداً في إدارة الأموال لأن معظم أموال الضمان الاجتماعي لو نظر لها هي ليست للمدى البسيط هي للمدى الطويل وربما تمتد كثير إلى مئة السنين تقريبا لأننا نمشي وكلما تطور المجتمع وتحرك المجتمع وزادوا عدد الأشخاص الذين يشتغلون وزادوا عدد الأشخاص المتقاعدين إذن لازم الضمان الاجتماعي يطلب منه أن يكون في عملية الاستمرارية وعملية الضمان أنه في الالتزامات المفروض تكون ملقى على عاتق الضمان الاجتماعي هي موجودة ومتوفرة إذن مساهمة الأفراد أو الأشخاص المشاركين في الضمان الاجتماعي من الاختطاعات تكون هناك الحكومات تضخ أموال وهناك طبعا فيه الأموال المستثمرة وعوائد الأموال المستثمرة هي التي تساعد أكثر وأكثر في عمليات التي هي تمويل الضمان الاجتماعي هناك طبعا فيه إشكاليات كبيرة لكثير من الدول العالم ولو نظرني ضمان الشيخوخة اللي هو دائما فيه كثير من دول العالم معظم الدول تنظر إلى سنة تقاعد ستين في الدول الغربية تنظر من ستين إلى خمس ستين سنة الآن ينظرون أن الشخص الذي يتقاعد يجب أن يتقاعد حتى في سن السبعين لأنه صار فيه هناك يسمونه شيء اللي هي لونجيفيتي أو اللي هي أن الشخص يعيش فترة أطول نحن هناك ونتغذى غذاء أفضل غذاء أفضل هناك اللي هي الرعاية الصحية الجيدة هناك أسلوب المعيشة الجيدة الأفضل من السابق إذن الناس تعيش فترة أطول بمعنى أن الناس تعيش فترة أطول يقول لك الشخص أنا أقعد في البيت لفترة طويلة كمتقاعد إذن أنا أحب أن أرجع للعمل وأرجع أشتغل إذن صارت عمية لهي تمديد فترة العمل المطلوبة وكثير من الناس تطلب أنها تستمر في العمل إلى ما بعد الستين أو الخمسة أو ربما إلى سن السبعين دائما راتب عند التقاعد وكثير من الأشخاص ما يفهمون الشيء هذا بس هو واضح جدا جدا أن الشخص عندما يتقاعد عند الستين أو خمسة يكون الأطفال وصلوا إلى سن كبيرة هم طبعا الزوجة واستقلوا تجهوا إلى حياتهم الخاصة فيهم فإذن الزوج والزوجة أو الشخص المتقاعد تكون كثير من الالتزامات المالية الملقاعة على عادقة اختفت إذن جزء كبير منها اختفت وتكون حاجة للراتب فقط حوالي سبعين إلى خمسة وسبعين من الراتب إذن معظم الناس عندما تتقاعد ما تحتاج إلى راتبها الكامل تحتاج إلى سبعين أو خمسة سبعين في المئة من الراتب لأن التكاليف الأخرى غير موجودة والبيت طبعا اندفع قيمة البيت أو قيمة التمويل ككل إذن ما فيه التزامات أخرى موجودة على الشخص مع أن كثير من أنظمة التقاعد تقعد دائما بأن تعطي أمية في المئة وهذا طبعا واعد جيد أن نقدمه إلا أنه في كثير من دول العالم تجد عجز الآن في أنها تقدم أمية في المئة لكل المتقاعدين ولسنوات قادمة لا ننسى أن بعد وهذه طبعا ثبت بطريقة علمية معظم النساء تعيش أطول من الرجال لمدة 10 أو 15 سنة أطول لأن ما شاء الله النساء ربنا أعطاهم قوة في مرحلة الشيخوخة ودائما يعمرون أكثر من الأزواج إذن هناك عدم فهم للفكر هذا أن دائما المرأة رح تبقى بعد زوجها 10 أو 15 سنة إذن حتى مرحلة التقاعد تكون شوي أطول بالنسبة لها إذن هناك أهمية في أن تكون فيه مبالغ وفيه أموال موجودة عشان نضمن أن المرأة عندما تكون فيه سن الشيخوخة وفي سن الكهولة يكون فيه عندها المبالغ الكافية أن تعيش حياة كريمة إذن هذه أحد الحقائق التي هي موجودة ودحسب لها حساب فيه حسابات الضمان التي هي على المدى الطويل كثيرة استثمارات الصناديق الضمان في دول العالم تأثرت تأثير كبير وربما نحن ننظر للأزمة المالية الحالية هذه تأثير فيها سلبي ربما لكن قبل هذا كان هناك تأثير كثير إلى عوائد الاستثمار في هذه الصناديق وتأثير عوائد الاستثمار لأسباب طبعا مختلفة وهذه ربما نظرت لها كثير من دول العالم لأن الإدارة الحكومية مرات ليست كالإدارة الخاصة في استثمارات الصناديق وهذا اللي هي وجدت نفس العجز في صناديق الصندوق الأمريكي للاستثمار اللي هو يسمى السوشال سيكورتي والصندوق البريطاني للاستثمار كذلك لدي عجز؟ أفا ولولا حظنا أن تقريبا حوالي عشر سنوات تظاهروا البريطانيين وخرجوا إلى الشوارع لأن هناك في عجز في نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لأن ننسى أن معظم أنظمة الضمان الغربية هي أنظمة هرمة لها فترة طويلة ولها سنوات بعضها سبعين سنة وبعضها ستين سنة إذن وصلت لمرحلة العجز عندنا اتصال من أبو ظبي الأخ عبد الرحيم تفضل طالعمرك الأخ عبد الرحيم أتفضل يا الطيب أنا عندي تشتار بالنسبة حق المتقاعدين أنا عزكري ومتقاعد نعم في دول هانية في العالم بالنسبة للمتقاعد يعطى من رسوم يعني نعم فهذا يعني لو يتنفذ هذا القانون أو يكون يعني بادرا أو اقتراح أنه في وائد من الناس يتقاعده ورواتبهم قليلة يتقاعده وقبل العلاوات لزيادة نعم وقبل زيادة الرواسط نعم مثال أنا رات في 15 أرس وعندي عشر عيال نعم فالراتب ما يكفي لنص الشهر كم عمرك أنت؟ عمري أنا 52 سنة 52 سنة نعم أخي عبد الرحيم المشكلة طبعا نحن نتقاعد شوي يعني نقول بكير في دول ثانية ما يقعدون الشخص عمر 52 سنة يعني يمكن 60 أو 65 في نقاط مهمة جدا أباك تكون على الخط ماتك تعني نحن فقط ما بنظام التقاعد نحن بالنسبة لمرحلة الشيخوخة أو الكهولة نتمنى أن في مجتمعاتنا كلها يكون في الكادر هذا التعامل معه بطريقة تختلف عن أي شريحة من المجتمع لأن جزء الناس اللي تتقاعد أو جزء الناس اللي خدمت فترة طويلة في البلد يجب أن يكون عندهم امتيازات معينة يجب أن تكون فيه جمعيات معينة تشملهم في دول كثيرة في دول العالم هناك تخفيضات لهم في الفنادق هناك تخفيضات لهم في استخدامات القطارات هناك تخفيضات لهم في استخدامات المستشفيات هناك فيه الرحلات الجوية هناك فيه لهم تخفيضات إذن كثير يسمونهم senior citizens أو الناس اللي هم الكبار في المجتمع أو الناس المتقاعدين إذن الشريحة هذه يجب أنه عندما يقول الشخص متقاعد ويأخذ صفة المتقاعد إذن يسهل عليه أن يحصل التنسيلات هاي ولو نحن نظرنا للتنسيلات هاي في المجتمعات الثانية على تخفيض الراتب نجد أن الشخص يا أخي عبد الرحمن يوفر كثير كثير يعني ما تكون عنده التزامات كثيرة وتكون سهلة حياته راتبه قليل لكن ما يدفع نفس المصاريف أعطيك مثل لو رحت أنت دخلت للسينما والسينما لو كانت مثلا بعشرة دولار للتذكرة الشخص الآخر يمكن يدفع عربع دولار أو خمسة دولار إذن هناك فيه فرق كبير أسعار القطارات أسعار تذاكر البصات أسعار حتى في بعض الشوبينغز اللي هي خاصة للملابس أو بعض الأماكن يعطى تخفيض حوالي عشرين أو خمسة عشر أو ثلاثين أو حتى مرات يكون نسبة معينة الأغذية مرات والتغذية في بعض المطاعم وفي بعض التوقيت يطلبون للسينير سيتزن أو الأشخاص المتقاعدين أن الغذاء اللي هم يكون بسعر مميز عن أسعار الآخرين وهذه مفروض تكون موجودة وخاصة للناس اللي هم يخدمون في البلد إذن عمري التكريم لهم عندما يوصلوا إلى سن التقاعد ويكون الأفضل اللي هي إيجاد نظام يساعدهم أكثر في مرحب التقاعد هناك المشكلة مثل ما قلنا معظم أنظم التقاعد الآن هناك فيها عجز كبير لأن هناك في الناس تتقاعد عدد الناس متقاعدين في تزايد ويكبر لن ننسى أن معظم الناس وخاصة في المجتمعات الغربية هناك صارت الشعوب الهرمة الشعوب التي تعمر معظم العوائل عددها صغير إذن عدد الأفراد اللي يدخلون في مجال العمل الأقل إذن المساهمات حتى في أنظمة التقاعد تكون قليلة بالإضافة إلى عدم الحكمة في الاستثمار تخلي موارد اللي هي الضمان الاجتماعي تنضب نضوب موارد الضمان الاجتماعي سبب إشكالية لكثير من الأشخاص يقولون للشخص أنت رح تتقاعد لكن نحن ما نرضمن أن ندفع لك في وقت التقاعد جميع الأشياء اللي نحن وعدناك إياها ويقولون للشخص اللي بعد توا داخل في النظام أنت رح تتساهم اليوم لكن اللي رح نوعدك أن نقدم لك في مرحل التقاعد ربما رح يكون غير موجود إذن هناك فيه إعادة في هيكلة أنظمة التقاعد في العالم ككل والنظرة فيها عمية اللي هي يسمونها ريفورمس إعادة الهيكلة إعادة التجديد ربما يطلب من الشخص اللي يحضر ويدخل في النظام أن يدفع مبلغ أكبر وبالنسبة للأشخاص اللي هم يتقاعدون يصير فيه دسكاونت وما يقدرون يعطونهم نفس الامتيازات النظام الضمان الاجتماع الأمريكي يواجه عجز كبير والعجز هذا يعني ليس بالشي البسيط الآن ينظر لو أن تقريبا حوالي 7.7 تريليون دولار استثمرت في نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي لازم نستثمر الآن لكي تضمن دفعات من سنة 2016 إلى 1983 إذن طلب في عادة تأهيل أنظمة الضمان الاجتماعي الأخ اللي اتصل من الإمارات وكان يسأل هل الضمان الاجتماعي عندنا في دول الخليجي بخير نحن نقول اليوم بخير لكن ما نضمن مستقبلا لذا نطلب منكم أن يكون في عملية بالنسبة للأفراد بالنسبة للأطفال الأشياء الجانبية والاستثمار الجانبي للأفراد عشان نضمن لهم مستقبل جيد وسعيد أعزائي المشاهدين شكرا لكم على المشاركة وشكرا للطاقم الفني ومع السلامة في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة